اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من دايس صراحة الرجوع للحرب العالمي الأولى شيء ممتاز إلى بعد درجة وعجبني في التريلر تركيزه على المشاه مثل العنة هذا أو جندي ألمانيا أو فرنسي أي أن كان له ماسك مع هالمرباع اللي فيها شوك مدري فيهم سامير وضرب الجندي الثاني وطير رأسه أنا هذا جوي هذا جوي في الألعاب الفارس العربي أتوقع أنه دخوله عن طريق الدولة العثمانية ذاك الوقت لكن ليش رسمينه على وجهه مرتاخ شو السبب بعدين أعجبني دعم اللغة العربية كاملة في اللعبة شيء مميز إلى أبعد درجة صراحة الطيارة الآن اللي شايفينها قدامكم فيها طيار وفيها قنر وهذا شيء كنت أطالب فيه من أيام بتل في ثري وتمنيتها صراحة تيمورك ولعب جماعة يكون في ذاك الوقت مثل ما أنتم شايفين الرجالة طير الثاني بمسحات مدل كريك هذا جوي أول شيء من أيام لحظة الله أكبر من أيام بات كامبري تو أنا طاعن تقريبا 50 ألف طاعن هذا جوي باللعاب يعني في اللقطة هذه زي ما أنتم شايفين قناصة الماوزر 1918 أتمنى أني ألعب اللعبة عشان أجربها وإن شاء الله أن الواحد يكون يبدأ في سلاه معين في اللعبة وأنا أحب السنايبر عامة اللعبة واعدة وتريلر جميل جدا وأنا أقول أني صعقت يوم شفت الفيديو شيء مميز إلى بعض درجة لكن أنا ما أقول أشتروا اللعبة يعني من الآن أنا أقول أنتظروا ما لها ضمان صراحة ألعب البيتا وبعد البيتا فكر أنك تشتريها أو لا هذا أول نصيحة أقدمها لكم أما بالنسبة لي أنا من شاء الله قررت إن شاء الله مع هاللعبة أني أطور السيتاب وأطور البي سي بالنسبة للبي سي مع نزول كروتني فيديا الجديدة لألف ثمانين وألف وسبعين أنا مقرر إن شاء الله أشتري ألف ثمانين كرتين ومقرر إن شاء الله أغير المعالج وأغير اللي هو الماذربورد وأزيد الرعب هذا أول نقطة النقطة الثانية عندي مشاكل أنا في ترتيب الأسلاك بالنسبة للطاولات لهذا أحاول بشكل الله أني أغير الطاولات وبخليكم معي إن شاء الله في تنزيل الفيديوات بداية التصميم بالطاولة حتى أحطها على أرض الواقع كأني أشوف نفسي وأرجع للماضي شوي من الأيام بداية التصميم والحماسي لها أنا متحمس للعبة هذه بشكل كبير جدا وإن شاء الله تكون قد التوقعات يعطيكم منعافي أخوكم وجواهر السلام عليكم